اشتركوا في القناة تطلب التوافق بين حركات الجدع والأيدي ورشاقة الأداء ودقته ولهذا تتركز خطورة وبراحة مقاتل رياضة هونغار في درجة التوافق والمهارة بين الأطراف التي توجه حركات الجدع والأرض وبهذا يجمع هذا الفن بين الأداء والمهارة والرشاقة والقتال والنجاح في هذا الفن يتطلب فهما عميقا لفلسفته قبل تدريباتها المستمرة وفق مراحل التدريب المختلفة تدريجيا بغرى تنمية الأداء وتطوير الإرادة والصبر والفضر على التحكم في الإنفعالات وزيادة السيطرة والدقة في سرعة الأداء الحركي ويلاهر على البعض الفهم السطح لحقيقة هدفا القتال المثالي والخلط بينه وبين أنواع الأخرى المشابهة من الفنون السينية واليابانية لرياضات الدفاع عن النفس ومحاولة القيام بأداء الحركة الوهمية للفن الهونغار عمر سهل ولكن أداء الحركة الفعلية لهذا الفن يحتاج إلى فهم عميق وتدريب مستمر ومن هنا تعد رياضة الهونغار عروس المنازلة القتالية وهي من الأخطر وسائل الدفاع الوقائي والهجوم إن الأسرار الحقيقية لنجاح ممارسة الهونغار سركز في مدى فهم المقاتل لتحريك عضلات الجذع والحوض أثناء تزديد الضربات في جميع الاتجاهات وبناء على ذلك يمكن تشبيه مقاتل غياضة الهونغار برعبس عريف شريس لأن هذا النوع من غياض يتطلب التوفق بين حركات الجديدة